بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق الله العظيم انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نجحت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء محافظة صعدة وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 72 ساعة وهي الطائرة التاسعة التي يتم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لمعركة طوفان الأقصى تشهد القوات المسلحة اليمنية بالعملية الفدائية للشهيد المجاهد ماهر الجازي والذي قرر الانتصار لدماء الشهداء في غزة بالطريقة المناسبة إن القوات المسلحة اليمنية تدعو كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تأدية واجباته مدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ ما يقارب العام للإبادة الجماعية بدعم أمريكي وبريطاني وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلة والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة صنعاء السابع من ربيع الأول 1446 للهجرة الموافق للعاشر من سبتمبر 2024 صادر عن القوات المسلحة اليمنية